أعلنت وزارة الموارد المائية والرأي تأهيل 6470 كيلو متر من الترع والعمل على تأهيل 3776 كيلو متر أخرى وجاري طرح وترسية 1823 كيلو متراً بإجمالي 12069 كيلو متر وأشارت إلى أن تأهيل الترع وتوفير أراضي لتنفيذ مشروعات للنفع العام تمثل أحد محاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت أنه يتم تنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية حيث أعدت الوزارة أطلصاً للسيول يتم تحديثه وزيادة السعة الاستيعابية لبعض البحيرات الصناعية طبقاً لدراسات محدثة